أصلاً هقولك أصلاً عجبني جداً الإنفو جراف الجديد بتاع المركز الإعلامي بتاع مجلس الوزر ليه؟ لأنه عامل مقارنات مزهلة بصراحة حلوة حلوة يعني جون 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 فعلاً بصة سيدي مركز الإعلامي لمجلس الوزراء عمل تقرير وإنفو جراف رائع جداً متعلق بتصليط الضوء على نجاح مصر في الخفض المتوالي لمعدلات البطالة بلد بتخفض البطالة في ظل مشهد عالمي شديد الصعوبة سواء إذا كان بقى كورونا أو الحرب طب سيبك من ده طب وبتخفض البطالة في ظل إنها خارج من تقلبات سياسية داخلية وعندك 2011 وعندك 2013 وعندك حرب على الإرهاب وبالرغم من ذلك خفضت معدل البطالة في ظل خد بلك بقى إن معدل الموليد عندك في ارتفاع دائم فلما المعدل بتاع البطالة نسبة البطالة تقل وأنا تعدادي ثابت هقول شاطر لكن معدل البطالة والتعداد بتاعي عمال بيزيد لا ده أنا شاطر بجد مش شاطر هزار تعالوا نشوف التقرير ده اللي عامله مركز الإعلامي اللي اتابع لمجلس الوزراء ونتكلم فيه كده إيه على رواءة زي ما يتقال هو قصير يعني مش طويل بس فعلا جون بوساسيدي العنوان بتاعه إيه على الرغم من تعقد المشهد العالمي وتقلباته مصر تنجح في الخفض المتولي لمعدلات البطالة عاملين إيه بقى لو خدت بالك المقارنة بوساسيدي التسع سنين اللي هم من 2014 لـ 2023 وتسع سنين تانين اللي هم من 2004 لـ 2013 و لحد سنة 2013 بوس كده أنا عايزك تشوف معدل البطالة في مصر سنة 2004 وهسألك سؤال هو كان عندنا أي حاجة في سينة في 2004؟ لا كان فيه أزمات اقتصادية في 2004؟ لا طب فيه أزمات اقتصادية في العالم 2004؟ لا بتلاقي في 2004 معدل البطالة 10 و 4 من 10 وبعدين يكمل 10 و 1 من 10 بقى كده يقفز 2006 لـ 11 و 8 من 10 بعد كده إيه اللي تاني لـ 8 و 9 من 10 بعد كده يقفز لـ 9 9 و 4 من 10 9 و 1 من 10 2011 11 و 9 من 10 قول 12 طب تعال بقى على 12 13 هاوصل عنده 14 أعلى معدل بطالة بص بقى 12 و 6 من 10 13 و 2 من 10 خب بالك أنت عندك 12 13 دي دي السنة السودة بتاعت الإخوان بالمناسبة 12 و 6 من 10 13 و 2 من 10 جينا في 2014 13 و 4 من 10 طب ماذا عن السنة التالية لها نزلت لـ 12 و 8 من 10 في 2015 طيب وبعدين 2016 12 و 7 من 10 أنا بس عندي سؤال بكلمك بجد إزاي مصر في 2014 لـ 2015 عرف التخفض معدل البطالة من 14 لـ 15 إزاي قل إنت أنا ممكن أقعد أجيب لك بقى كل اللي حصل علشان نشرحه مش هعمل كده بس أنا أسألك سؤال قل إزاي طيب تعال بقى ثم 12 و 7 من 10 وبعدين 12 في المية وبعدين 10 و 6 من 10 وبعدين من 18 لـ 19 الدروب العظيم في معدلات البطالة عظيم لأنه دروب لأنه ده معنى أنت خفضت معدل بطالة يبقى أنت عملت إيه خلقت فرص عمل أعلى يبقى أنت عملت إيه عملت مناخ أعلى للتشغيل بقى أنت 8 و 1 من 10 في 2019 تعالى في سنة 20 7 و 7 من 10 طيب 20 و 21 اللي هي سنة الكورونا 7 و 4 من 10 طيب 21 و 22 اللي هي لازلت كورونا 7 و 2 من 10 طيب خشيلي على الحرب الروسية الأوكرانية اللي بدأت فيه 24 فبراير سنة 22 7 و 2 من 10 وتيجي في 23 والعالم بيلف حوالي نفسه تاني بيلف حوالي نفسه تالت دول الاتحاد الأوروبي معدلات البطالة بتاعتها بتتزايد أنت معدل البطالة عندك انخفض لأعلى معدل لي 7 و 1 من 10 ما حصلتش من سنة 2004 يعني تقريبا في 20 سنة أنت ما حققتش المعدل ده ده مش بس كده وعدد السكان بيزيد مش بس كده تتعرض لأزمات اقتصادية عالمية شديدة العنف شديدة العالم أفل أيام كورونا صح؟ ولا أنا غلطان؟ أنا بقول لك معدلات البطالة بتاعت الكورونا من 20 لحد أول 22 7 و 7 7 و 4 7 و 2 دي بتنزل إيه اللي بعده؟ صفحة 2 بتتكلم على بقى إيه؟ اتفارات في المؤشرات الرئيسية لسوء العمل في الربع الأول من سنة 23 تعالي نشوف كده الربع الأول في 14 كان عامل كام؟ 13 و 4 من 10 في المية ننزل في 23 لإيه بقى؟ ل 7 و 1 من 10 الله ده دي كده 6 و 3 من أو 6.3 6 و 3 من 10 نقطة مقاوية تراجع في معدل البطالة طيب ما تقول يا يوسف الزيادة في قوة العمل إيه؟ أقول لك 10 و 9 من 10 في المية زيادة في نسبة قوة العمل زيادة يعني أنت خلقت زيادة في فرص العمل زيادة في قوة العمل المصرية 10 و 9 من 10 أقول 11 كنا 27 و 6 من 10 في 2014 وصلنا في 20 30 لإيه بقى؟ بص كم فرد؟ إحنا كنا نبدأ بالمليون الرقم ده بقينا 30 مليون و 600 ألف فرد في قوة العمل المصرية طيب تعالى نشوف زيادة في عدد المشتغلين نسبة زيادة عدد المشتغلين بقى تقد إيه؟ النسبة وصلت لـ 18 و 8 من 10 في 2014 كان عندنا 23 مليون و 900 ألف فرد في قوة العمل أصبحوا 28 ألف و 400 ألف في 23 طيب انخفاض هل أنا بس زودت عدد اللي بيشتغلوا؟ لا أنا قللت عدد اللي ما كانوش بيشتغلوا أو جدت لهم فرص عمل فكان العدد المتعطلين عن العمل عندي في 2014 3 مليون و 700 ألف إنسان نزل العدد ده وبقى 2 مليون و 200 ألف تعالى ناخد اللي بعده أنا هنا بكلمك على حاجة مهمة قد بالك فرص عمل يعني بيوت اتفتحت دي فرص عمل جديد طب والناس ده كنا بكلمك على خارجين جدود طب والناس اللي كانت ملهاش شغل يعني قاعد في البيت هو قادر على العمل وقاعد في البيت فتحنا البيت من أول وجديد ودي أهم حاجة تحصل في أي مجتمع وفي أي اقتصاد تعالى نشوف توزيع المشتغلين تبقى الأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الرابع الأول من 20-23 طبعا علشان لزم الناس هتفتي وهتحدد أنشطة اقتصادية بحد ذاتها ولا أساس لهذا الكلام من الصحة تعالى نشوف كده في 2014 أنا كان عندي 26.9% كويس في التوزيع بواقع 6.4 مليون مشتغل بيشتغلوا في إيه بقى؟ في الزراعة وصيد الأسماك كويس ده 2014 تعالى نشوف في 2023 أصبح فيه عندي 5.1 مليون مشتغل وأصبحت النسبة بتاعتهم 18.1 طيب بتيجي نشوف تجارة الجملة والتجزئة كان عندي 2.6 مليون مشتغل في تجارات أو في تجارة الجملة والتجزئة أصبحوا 4.2 مليون ألف إنسان بيشتغلوا في تجارة الجملة والتجزئة طيب تعالى نشوف الصناعات التحولية صناعة كان عندي 2.8 مليون ألف مواطن بيشتغلوا في الصناعات التحولية أصبحوا 3.6 مليون ألف مواطن بيشتغلوا في هذه الصناعة فارتفعت النسبة لـ 12.8 طيب تعال نشوف النقل والتخزين كانوا 1.7 من 10 مليون مشتغل أصبحوا 2.6 من 10 مليون مشتغل وصو بقى على النسب المئوي عندي 18.1 من 10 بيشتغلوا في الزراعة والصيد عندي 14.6 من 10 في اتجارة الجملة والتجزئة عندي 12.8 من 10 في الصناعة التحولية عندي 9.3 من 10 في النقل والتخزين اللي بعده الاستثمارات العامة زيادة الاستثمارات وعدد الشركات المؤسسة اللي عملت دفع في انه نتراجع عن معدل البطالة الاستثمارات العامة في مصر عندي كانت زادت تقريبا حوالي 7 أضعاف زيادة الاستثمارات العامة المنفذة سبع أضعاف في 9 سنين سبع أضعاف اللي حصل ان انت زودت الاستثمارات العامة بتاعتك سبع أضعاف من 110 ل 850 4 و 6 من 10 مليار دولار ده الاستثمارات الأجنبية المباشرة استثمار مباشر ده جاية تستثمر مش الهوت ماني مش البورصة مش سوق المال إلى آخره 4 و 6 من 10 في 22 11 و 4 من 10 مليار طيب زيادة صافي الاستثمار الأجنبي النسب بقى 147 و 8 من 10 طيب وعدد الشركات الجديدة المؤسسة يا عام يوسف 241 و 3 من 10 نسبة زيادة عدد الشركات كم شركة جديدة بقى 9200 شركة يعني انت عدد الشركات زاد الفلوس نفسها زادت 147 في المية حجم الفلوس حجم الاستثمار طيب الشركات زادت قد ايه 9 و 2 من 10 طيب عدد الشركات كان يساوي قد ايه بالنسبة المئوية الزيادة 241 و 3 من 10 في المية على الرغم من تعقد المشهد العالمي برضو نشوف كده جهود الدولة لتحفيز الاستثمار اتعاملت الرخصة الزهبازة وما حضراتكم عارفين دي عبارة عن موافقة واحدة على اقامة مشروعه وتشغيله وادارته بما في ذلك ترخيص البناء ودي مهمة جدا قوي خالص العمران طيب تخصيص العقرات اللازمة لها يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء حصلت على الرخصة الزهبية 15 شركة حتى الان تم تحديد مدى زمني لكافة الموافقات بقال لا يزيد عن 10 ايام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس طيب تعالي نشوف قانون الاستثمار اللي هو رقم 72 لسنة عشرين سبعتاشر ومزايا تعالي نشوف في خمسين في المية يتم ردها من قيمة الارض المخصصة للمشروع الصناعي في حال بدء الانتاج خلال عامين من تاريخ وتسليم الارض يعني انا هدي لك الارض اترابط الارض انا خصصتها سلمتها لك سيادتك بدأت تشتغل انتاجت انا هخصم هشيل خمسين في المية ارجعهم لك تاني من قيمة الارض الارض كانت بمليون سيادتك هتحصل على الخمسمائة الف طيب الحافز الاستثماري تم منح حافز استثماري خصما من صافي الارباح الخاضعة للضريبة بنسبة تتراوح من 30 لخمسين في المية عشان شيادتك تعرف تشتغل وتصنع وفي وقت من الوقت تقدر تصدر طيب تعالى نشوف المستثمر الاجنابي هل المستثمر الاجنابي كان ممنح له حق التسجيل في سجل المستوردين لا دلوقتي اصبح يسجل في سجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية وقدامه عاشر سنين طيب تعالى نشوف مجموعة كده من الاجراءات ويهي اجراءات جيدة بالمناسبة تعالى اقولك عليها كده ابرز الاجراءات منح المستثمرين الاجانب المتقدمين للهيئة العامة الاستثمار اقامة مؤقتة لمدة عام غير السياحة وقبل للتجديد لمدة ست شهور او سنة اضافية خلال فترة تأسيس الشركة والاقينات الاقتصادية الرجل عاوز يدي وعاوز يأسس وعاوز يتطمن على شغله ومصنعه شركته واتجارته زي ما بيتقال فانت معايا انا ما عنديش ازمة مش هقولك لا كل سنة وانت طيب روح في واحد مصري هو اللي يتولى شوف بقى انت هتوكل مين الرجل خايف على فلوسه حق وقعد اهلا وسهلا منور تشغيل نظام الشباك الواحد وده اللي كان بيسمح الحقيقة بخفض المعاملات اللي بتتم لحوالي تقريبا من خمس دقائق لتلاتين ديئة انا موافق على التلاتين ديئة عندك اربعتاشر مركز خدمة للمستثمرين في مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات للمستثمرين عندي خريطة استثمارية فيها قد ايه بقى فيها الف مية تمانية وستين فرصة استثمارية طيب قيمة الاستثمارات اللي جذبها صندوق مصر السيادي عشان فيه ناس بتتساءل اوه صندوق مصر السيادي جذب استثمارات قد اقول لك جذب استثمارات تقريبا بسبعة وتلاتين مليار جنيه مصري فقد ايه فاربعتاشر مشروع طب بتأسس امتى الصندوق ده بقى له سنة سنة واحدة فقط لا غير جذب فيهم استثمارات بقيمة سبعة وتلاتين مليار بس كده لا اصبر بقى لما نخلص تلاتة وعشرين ونشوف في خلال سنتين عمل ايه وفي خلال تلاتة بيعمل ايه وهكذا اللي انا عايز اقولهولك هو القاتي مصر اشتغلت في الوقت اللي محدش كان بيشتغل فيه يعني تقليل نسب البطالة وخلق فرص عمل كبيرة ده ما عملوش حد تقريبا قليل جدا اللي عارفوا يعملوا ده وبالتالي كنت انت واحد من اعلى بلاد العالم نموّل على سبيل المثال كورونا لو انت رجعت للتقريب بتاع البنك الدولي وبالمناسبة هتلاقي شاشات عربية ودولية نقلوا هذا التقرير واتكلموا عليه وفصلوه تفصيلا مصر هي اللي بتقود معدل جاذبية الاستثمار في المنطقة بالكامل بالكامل من المحيط للخليج في 24-25 يعني الصندوق كان بيتكلم على انه المنطقة هتصبح جاذبة جدا لستثمار خلال 24-25 وقالين ناصة كده ومصر تقود هذه القطرة العربية السلام عليكم